السلام عليكم اهلا وسهلا بكم كنتمنى تكونوا في اتنصحة والعافية وانتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم ان شاء الله غدي نتقسم معكم قريصات بدون تعب كيجيو ناجحين خفيفين بحل الريش محمرين شهوة منهم ليش نديرو يدانا نهائيا في العجين غدي نعجنو في بلاستيك كيجي واحد العجينة اللي كتحمق اللي كيتوفر على العجينة يعجن بها ولي ما كيتوفرش على العجينة فهذا حل بادل فبسم الله وعلى بركة الله خديت واحد سلافة وخديت واحد بلاستيك غدائي يعني اللي كنجمدو فيه ويكون ممتقو بمتاشي حاجة اللي أنا هنضيفو فيه كل مكونات وضعت هاد البلاستيك على واحد سلافة بهات الشكل وغادي نوضع الدقيق هو الاول فغادي نوضعو الدقيق فالدقيق وضعت هنا جوشكو اس وانس ما يعدل 250 غرام هي اللي ضفت هكا في الاول يكونو هكا في الاسفل وغادي نضيفو باقي المكونات فغادي نضيف هناي نافع وحبت حلواء الشمار ولي ينسون اللي ما محمر شي غير منقين وغادي نضيف ايضا القليل من السمسم او الا الزنجلان حتى هو ياما محمرش غادي نوضع كيس من الفانيلا ممكن تعودوه بزهرات البرتوقل او للفانيلا اللي بغيتو غادي نضيف رشة من الملح غادي نضيف نصف كأس من السكر حلوة دائما تزيدو لتنقصو على حسب الرغبة ديالكم غادي نضيف جوج معلقة ديال ماء الزهر اللي يكونو بحررة المطبخ بالنسبة للماء الزهر اللي مبتدئات ردو منه البلماتك التروش يعني الجوج معلقة غير متوسطل لانه كيقصح العجينة مشي يعني كيعطيها واحد لقصوحية ويعني ردو معه البلماتك التروش نهائيا منه في القريصات ويكون بحررة المطبخ او لا تدفي واشي شوية اذا ما متوفرش ممكن تستغنو عليه ضيفت نصف كأس من زيت نباتي وغادي ناخد كأس ونصف من الحالب غادي ناخد نصف كأس من الحالب اللي هو يدافئ الحالب كله يكون دافئ درجة الحرارة يتحمل هاليد ديالنا غادي نضيف على نصف كأس ديال الحالب ملعقة من الخميرة ما يعادل عشرة غرام والقليل من السكر غادي نخلطهم قليلا وغادي نغطي على الكأس باش تفاعل ليه هاد الخميرة والمكونات اللي غادي نضيفه غادي نضيف أبيض بيضة الأصفر غادي نخليه للدهن فالأبيض ديال البيض ما تضيفوهش كامله يبقاها كوحد شوية مع الأصفر باش يكفنه ان شاء الله للدهن في الآخر هدا هو الأصفر مع الأبيض اللي خليت غادي نضيف كأس من الحالب فضيفت الكأس كامل كأس دافئ ما يكون شي بارد كنأكد يكون دافئ والخميرة كيف كتشوفو تفاعلت ليه غادي نخلطها قليلا وغادي ان شاء الله نضيفها فوق المكونات فليهذا كنسبقوه الدقيق هو الأول حيث كيكون يعني بدرجة الحرارة المطبخ عاد كنضيفوه السوائل فالسوائل كيكونو باردين والحالب كيكون شوية ساخن لكن فاش كي ندمجو مع بعضهم ما كيكونش العجين سخون يعني كيكون هك شوية دافئ يعني ما تخافوش نهائيا ان تقولو الحرارة مع البلاستيك يعني ما غادي شكل تشي دارة غادي آآ نجمع لهذا البلاستيك بهذا الشكل ولهذا درنا ذاك زلافة باش بقى ذاك شي كلوها كم جموع في البلاستيك دابا غادي نحاول نخلط بهذا الشكل فهنا داب العاجين شي شوية سائل غادي نحاول نخلطوه بشكل جيد هي بهذا الشكل حاولو شوية دابا يعني مثلا لكن ضفار ولا شي حاجة تردو البال دابا ترتق الميكا ولا شي حاجة غير ردو البال هكي ختموه حاولو متقيسوش الادافر ديالكم في البلاستيك وتخدمو بهذا الشكل فبالنسبة للحبوب ما كيقطعو لبلاستيك لاتشي حاجة بلاستيك كي كتشوفو عملتان النوع اللي شي شوية كبير باش يعني كناخد راحتي في العجين غير جمعت هكي واحد شوية قياسها كك واحد دقيقة وغادي نكمل باقي الدقيق ضفت نصف كاس اخر دابا هنا يعني وضعنا ثلاثة ديال كووس 300 غرام وغادي نكمل الخلق بهذا الشكل فالعجينة كتجمع بوحد سهولة والعجينة را ما كتلسقش نهائيا في البلاستيك بهذا الشكل كنخدم يعني اسهل ما اننا نجمعو في بول ولا في زلافة ولا يعني طريقة سهلة من بعد ما جمعت غادي نضيف نصف كاس اخر من الدقيق خمسين غرام وغادي نجمع دابا بشكل جيد يعني الدقيق ما نضيفوهش دفعة واحدة فالكمية ديال الدقيق انا غادي نكتبها ليكم اللي ارفت لي يعني درنا دابا ثلاثة ديال كووس ونصف ما يعادي ل 350 غرام وصافي كان دلكو العجينة ديالنا بهذا الشكل كانت من الصورات كلكم واضحة كي كتشوفون ما شاء الله يعني العجينة را كتخدم مزيان 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 هذا هو القوام ديال العجينة يعني ما كيكون شي قاسح وما كيكون شي خفيف ما تقصحوش العجينة ديالكم غادي نزيدها كوحد الخديمة واحد شوية هناك نوريكم غي ليكم تشوفوا القوام تشوفوا الشكل اما بالنسبة غير خدموا العجينة ديالكم يعني محتش شي كل شوية تفتحوا عليها صافي دب العجينة ديالي صبحات يعني تقريبا مدلوكة ومعجونة هكا عن قرب كي كتبا يعني عجينة اللي منساجمة مع بعضها هاد العملية مخدتش مني اكتر من ثلاث دقائق يعني بالجمع ديال المقادر وايضا هكا بالتلك فالعجينة ديالي هي هادي عن قرب مدلوكة وغزالة شهوة منها وهاد شي كي ساعدنا فيه البلاستيك فدبا غادي نستدع لها هاد البلاستيكة وغادي نحطها فواحد تبصيل ونحطوها ان شاء الله هكا فواحد المكان ليكون دافئ بحال انا غادي نحطها غير امام هكا يعني فواحد اللي ليس كتدربة فيها شوية شميشة وغادي نغطي عليها بواحد المنديل ورقي ممكن تغطي عليها بالتوب حتي يضعف الحجم ديال العجينة فبهات الشكل غادي نغطي ونخليها هكا فواحد المكان لي دافئ فمن بعد العجينة ديالي ما كتختامر فاخدت لي انا عشرة ديال الدقايق وبالنسبة لكم يعني على حسب الجو كيف دايرة عندكم الاهم ان العجينة يصبح الحجم دياله متضاعف فبهات الشكل من بعد ما كتختامر فالعجينة ما كتلسقش نهائيا في بلاستيك وايضا كشتو مدرناش يدانا غادي ناخد ربع كأس هكا من الدقايق وغادي نحاول نوزعوه على سطح العامل وغادي نحط عليه العجينة ديالي وغادي نفرغها من داك القاز اللي فيها اي مل خميرة وكيف كتعرفو يعني العجينة كتكون شي شوية خفيفة فهات دقيق هذا بحلك يجمعها لنا غير هكا غا نخرج منها الهاواء فالكيميا ديال دقيق ما تكتروش غير شوية لانا هنا كميزان كم باش عوتاني العجينة ديالك ما تقصحوهاش حنا غير باش ما تلسقلناش في السطح العامل فالعجينة ديالنا من بعد ما فرغنا من الهواء كتكون على هات الشكل دبا غادي ناخد صيني اللي غادي نطيف فيها وغادي نفرش فيها الورق وغادي ندهاني ديال بسيت وغادي نشكل قريسات فهات القريسات غادي نديرهم انا صغي وورين بنسبة القياس على حسبكم كتب غادي القريسات الصغار او الاكبر فانا القريسات اللي كيكون فيهم النكهة ديال المظهر كيعجبوني نعملهم صغي وورين لانا سبحان الله يعني من اللي عاهد يعني من اللي كان عقل وحنا دائما القريسات ديال المظهر كيكونوا صغي وورين والسر ديال المظهر هو ما يكونش بارد مش كيما تجبدوه متل جديروه في القريس ولا كف الوصفة ديالكم فكيقسح العجينة بسف دائما يكون بحرارة المطبخ ولا تدفيه واشي شوية بشي يعطيكم مفعول زوين ويخلي القريسات ديالكم يختامروا ويجوا مفشوشين وزوينين حاولوا القريسات دائما ما تلسقوهمش لانك تضاعف الحجم ديالهم من بعد ما كنحطهم هكا كنضغط الموينش شوية شوية على الوجه وغادي نغطيهم حتي يختامروا دائما من الاحسن المكان يكون دافئ تغطيه ببلاستيك وتزيد وحتو باش يختامروا لكم بسرعة فانا في هاد المرحلة ديال الختيمر خدوليه خمستاشر دقيقة غادي ناخد الاسفر ديالبيض اللي خلينا من البداية اضفت معه واحد من نقيطة ديال الحليب او لا تضيفوا نقيطة ديال الماء او ليدا غادي يكفيكم بلا ما تضيفوا لا ماء ولا حليب غادي ناخدها كواحد الشيتو غادي نشيت القريسات كلهم باسفر البيض حاولوا دائما تركزوا على الفق وعلى الجوانب باش يجيلوا القريسات ديالكم كلهم حمرين باش يبقى غير واحد شوية اللي كينتافخ فالقريسات كي كتشوفوا باش تعرفوهم اختامروا يضاعف الحجم ديالهم على جوج ولا ثلاثة ديال المارات كي كتشوفوا انا درت قريسات صغيرة وورين وماشاء الله كتشوفوا شكلهم صباح متضاعف من بعد ما كان دهنوهم كان نرشوا عليهم بالسمسم اولا تزينوهم باش مبغيتو كي بغي السكار كي بغي السانوش كي بغي الخاشخاش انا بنسبة لي يعني القريسات كي جيني احسن تزين ليهو هو اما السكار اللي يكون هكا خاشي اولا الزنجلان وكي بقى الزنجلان هو اللي زوين وصحي فالقريسات ديالي هما هادو قادي ندخلهم ان شاء الله للفران اللي مشعل من الاسفل وكنحط القريسات ديالي حتى كيتحمروا من الجوانب ومن الاسفل عاد كنزيد نحمرهم معلى الوجه كمية ديال الدقيق اللي اعطيتكم كتخرج لنا هاد الكميات 13 قريسة ما شاء الله وخل قريسات كي يكونوا صغيرين بش تندخلهم للفران كي يضاعف الحجم ديالهم كيجيوا غزالين شهوة منهم واحدة الرائحة ديال اللي ما ظهر طلعة منهم يا سلام هادو هما القريسات اللي حضرنا مع بعض رائعين جدا وكيف شفتو يعني ما فيهم شي الزبدة وكيجيوا واعرين ساهلين سريعين ما كنتعذبوش نهائيا في العجن ديالهم هادو حلبة ديال اخوات اللي كتعذبوهم العجنة ديال القروس كتكون شوية كتلتسق باليد وما كتوفروش على عجانة فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها الطريقة ديال العجن غادي تعجبكم وغادي تسهل عليكم بزاف بزاف فبهذا كنكن وصلنا نهاية الفيديو ديال نهار اليوم كنتمنى لكم دائما وابدا كل ما هو جامل وكنتمنى ان شاء الله انكم تجربو هاد القريصات فعلا كيستحقوا تجريبة كان عندكم اي سؤال او اي استفسار تركوه لي في التعليق فكنكون سعيدة جدا وانا كنجاوبكم فتهلوا لي افراسكم الى الملتقى في فيديو اخر مع وصفة او اقتراح جديد دمتم في امان الله وحفظه مع السلامة